الله اكتب الله اشهد ان مولانا امير المؤمنين عليا ولي الله الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله وصلى الله على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صدق الله عليهما الذي هو المؤسس للشعائر الحسينية بعد استشهاد أبيه سيد الشهداء صلوات الله عليه الحديث عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخلو عن الحديث عن جانب أو جوانب من الشعائر الحسينية حياة الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام خليطه شطر من حياة الإمام من جهود الإمام صرفت في إنشاء وتشييد وترويج الشعائر الحسينية المقدسة مرارا نسمع هذه الكلمة نقرأ هذه الكلمة أن الشعائر الحسينية هي مصاديق لشعائر الله فتشملها الآية المباركة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بل الفقهاء العظام يذكرون أن الشعائر الحسينية أن الشعائر هي من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى لاحظوا موضوعات الأحكام الشرعية عندما نذكر حكما شرعيا هذا يتضمن حكما ويتضمن موضوعا يعني ما يوضع عليه الحكم مثلا أنت تقول أنه حسب ما ورد في الروايات الشريفة المستفيضة بل المتواترة صل رحمك صل وأرحمكم روايات تقول الحكم الشرعي ما هو صلة الرحم محبوبة شرعا لماذا أقول محبوبة؟ لأن أمرها دائر بين أن تكون من المستحبات أو تكون من الواجبات على كل تقدير هي محبوبة شرعا إما من الواجبات أو من المستحبات صلة الرحم محبوبة شرعا محبوبة شرعا هذا حكم صلة الرحم موضوع لهذا الحكم هذا الحكم وضع على هذا الشيء الأحكام الشرعية لا تأخذ إلا من الشرع لا تأخذ إلا من الدين أما موضوعات الأحكام الشرعية بعضها موضوعات شرعية بين أن تكون شرعية محظة أو مستنبطة حسب تعبير الفقهاء وكثير من الموضوعات للأحكام الشرعية هي موضوعات عرفية يعني تأخذ من العرف لا ليس كثيرا فقط بل أكثر موضوعات الأحكام الشرعية الموضوعات أكثرها موضوعات عرفية لم يحددها الشرع الدين ما حددها فإذا تأخذ من من؟ من العرف هذا المورد هذا المصداق مصداق لهذا العنوان عرفا فالحكم الشرعي يشمله يعني ماذا؟ كمثال هذا المثال الذي ذكرناه صلة الرحم محبوبة بين أن تكون واجبة أو مستحبة؟ صلة الرحم موضوع هذا الموضوع موضوع شرعي أم عرفي؟ لا لم يرد تحديد شرعي لصلة الرحم فإذا كل مصداق صدق عليه أنه صلة للرحم يشمله هذا الحكم مستحبا أو واجبا يكون محبوبا شرعا سواء كان المصداق موجودا في زمن المعصومين أو لم يكن يعني اليوم أنت تتصل هاتفيا بأحد أرحامك هذا مصداق لصلة الرحم فهذا العمل يكون بين واجبا ومستحب مع أن هذا المصداق ما كان في زمن النبي ما كان في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام ترسل رسالة عبر هذه الأجهزة عبر هذه التطبيقات رسالة بمناسبة استشهاد أحد المعصومين بمناسبة ذكريات أفراح المعصومين تبريك ترسل لأحد أرحامك هذا مصداق لصلة الرحم فيه ثواب صلة الرحم فيه أثر صلة الرحم مع أنه هذا المصداق لم يكن في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام الموضوع عرفي يصدق على المصاديق القديمة ويصدق على المصاديق المستحدثة مثال آخر في الحديث الشريف خصلتان ليس فوقهما من البر شيء الإيمان بالله والنفع لعباد الله النفع لعباد الله حسب هذه الرواية الشريفة وروايات طبعا شريفة أخرى النفع لعباد الله من أعظم المستحبات النفع لعباد الله النفع لعباد الله مستحب حكم لا يؤخذ إلا من الشرع الموضوع ما هو النفع لعباد الله عز وجل سواء المصاديق التي كانت في زمن المعصومين أو المصاديق الجديدة هذا نفع لعباد الله اليوم أنت تسعى لتمشية معاملة شخص عند حكومة هذا مستحب جديد هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله لحصول شخص على جواز سفر هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله في زمن المعصومين عليه الصلاة والسلام ما كان هذا هذا نفع لعباد الله نعم نفع لعباد الله فأنت أديت هذا المستحب نعم أديت هذا المستحب تشتري سيارة لشخص محتاج لسيارة ليعمل على هذه السيارة مثلا هذا نفع لعباد الله نعم هذا المصداق كان في زمن المعصومين عليه الصلاة والسلام لا موكان السيارات الله سبحانه وتعالى يقول وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ إعداد القوة هذا معمور به في القرآن الكريم اليوم أنت تؤسس قناة فضائية دينية هذا إعداد للقوة نعم مع أن هذا المصداق ما كان في زمن المعصومين عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اليوم أنت تطبع كتابا دينيا هذا هي دعوة إلى سبيل الله نعم دعوة إلى سبيل الله ما كان الطباعة في تلك العصور الله سبحانه وتعالى يقول وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ قُمُسَهْ أَنَّ لِلَّهِ قُمُسَهْ حُكُمْ أَسْهُمْ شَرِكَاتِ ما كانت النبي صلى الله عليه وآله في قضية الغدير يقول تبليغ الغدير من الواجبات فليبلغ الحاضر الغائب والوالد والولد إلى يوم القيامة تبليغ الغدير من الواجبات شخص اليوم يصنع مقطع فيديو مؤثر ترويج للغدير هذا قد أدى هذا الواجب نعم مع أن هذا المصدق ما كان في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام مقطع فيديو ما كانت وقس على ذلك عشرات لا مئات من الموارد قلت أكثر موضوعات الأحكام الشرعية الموضوعات أكثرها موضوعات عرفية تنطبق على المصاديق التي كانت في زمن المعصومين وتنطبق على المصاديق المستحدثة الجديدة من دون أي فرق لا تتصور أن المصاديق التي كانت في ذلك الزمن أعظم ثواباً لا كانت مصاديق هذه مصاديق يعني اليوم شخص يؤسس قناة فضائية لترويج الدين أم يقول لشخص كلمة في تلك العصول كان يقول الشخص هذا أفضل أصلاً لماذا؟ لأن هذه القضية هذا المصداق له جهة أهمية فلا تتصور أن المصاديق التي كانت في زمن المعصومين أثواب أعظم لا ليس بالضرورة العنوان ينطبق على ذاك المصداق ينطبق على هذا المصداق والعنوان أرفي لم يحدده الشرع وقس على ذلك الآن الآن من دون تحضير إذا أريد أن أذكر لكم مصاديق بكل سهولة أتمكن أن أذكر لكم أكثر من مئة مصداق لا مئات الآن الآن أتمكن بما أحفظ من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي فيها أحكام شرعية أحكام شرعية من الواجبات من المستحبات من غير ذلك فإذن الموضوع الذي لم يحدده الشرع يأخذ من العرف نأتي إلى هذه القضية التي أخذت حيزا كبيرا من حياة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام الشعائر الحسينية الفقهاء يقولون إنها مصداق إنها مصاديق بل من أعظم مصاديق الشعائر الله الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فإنها من تقوى القلوب حكم الموضوع تعظيم شعائر الله شعائر الله هذه الكلمة حددها الدين؟ يوجد في آية قرآنية في حديث شريف أن المقصود من شعائر الله فقط الشيء الفلاني؟ أبدا فإذن يكون الموضوع عرفيا كل ما يشعر كل ما يشير كل ما يدل على الله سبحانه وتعالى فهو من شعائر الله أي شيء المصاديق التي كانت في تلك العصور أو المصاديق المستحدثة على نحو سواء الآية المباركة تشملها لأن الموضوع موضوع عرفي كل ما يشعر بالله سبحانه وتعالى يشير إلى الله يدل على الله سبحانه وتعالى فهو من شعائر الله سبحانه وتعالى الآية المباركة تشمله المأذنة من شعائر الله شعائر الله هذه الكلمة تشمل الأمور التي تشير إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو كان ذلك عبر وسائط يعني لا تشير مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى تشير إلى شيء هذا الشيء يشير إلى شيء آخر هذا الشيء يشير إلى شيء آخر هذا الشيء يشير إلى الله عز وجل هذا الشيء الأول يعتبر من شعائر الله المأذنة تشير إلى الله سبحانه وتعالى جاء به رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله اللهم صلى على محمد وآله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله هو الرسول المرسل من قبل الله سبحانه وتعالى المأذنة عبر خمس وسائط عبر أربع وسائط تشير إلى الله سبحانه وتعالى فالمأذنة من شعائر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله جبلان جبلان يشيران إلى الله سبحانه وتعالى أبدا جبلان حالهما حال أي جبل آخر لكن هذان الجبلان يشيران إلى عمل يؤدى بينهما السعي بين الصفا والمروة السعي بين الصفا والمروة من أعمال الحج الحج من فرائض أو من أهم فرائض الإسلام الإسلام هو دين رسول الله رسول الله هو مرسل من قبل الله عز وجل جبل الصفا وجبل المروة يشيران يشعران يدلان على الله سبحانه وتعالى عبر خمس وسائط مع ذلك بصريح القرآن الكريم هما من شعائر الله حتى نعرف أن الشعائر شعائر الله هذا العنوان لا يخص الأمور التي تشير إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة تشمل الأمور التي تشير إلى الله سبحانه وتعالى عبر وسائط حتى لو كانت الوسائط وسائط حديدة خمس وسائط ست وسائط عشر وسائط صلاة الجماعة من شعائر الله قناة فضائية دينية إسلامية من شعائر الله السجاد المخصص للصلاة من شعائر الله وقس على ذلك الكثير من الأشياء الأمور التي تشير إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من شعائر الله من أعظم شعائر الله لماذا أقول من أعظم؟ لا أقول الفقهاء قالوا لماذا يقولون إنها من أعظم شعائر الله؟ لأنها تشير إلى الله سبحانه وتعالى بواسطة واحدة فقط الشعائر الحسينية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى الإمام الحسين مباشرة وبين أهل البيت وبين الله سبحانه وتعالى لا توجد أي تواسطة نحن أسماء الله الحسنى في دعاء رجب لا فرق بينك وبينها أهل البيت إلا أنهم عبادك وخلقك لا يوجد شيء يفصل لا توجد أي تواسطة بين أهل البيت وبين الله سبحانه وتعالى الشيء الذي يشير إلى أحد أهل البيت أو إليهم جميعاً صلوات الله عليهم هذا الشيء المشير إليهم بواسطة واحدة يشير إلى الله سبحانه وتعالى حتى نعرف لماذا الفقهاء العظام قالوا شعائر الإمام الحسين من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى لأنها تشير إلى الله سبحانه وتعالى فقط بواسطة واحدة إشارة إلى الإمام الحسين يعني إشارة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لا توجد واسطة بين سيد الشهداء وبين الله سبحانه وتعالى سيد الشهداء هو الإمام المنصوم من قبل الله عز وجل أصلا في القرآن الكريم آيات وآيات الله عز وجل نسب الأشياء التي صارت بالنسبة إلى أهل البيت نسبها إلى نفسه فلما آسفونا يتمكن أحد أن يصنع ذلك بالله عز وجل لأنهم آسفوا أهل البيت الله عز وجل يقول آسفونا وما ظلمونا يتمكن أحد أن يظلم الله عز وجل لا يتمكن الذي ظلم أهل البيت الله عز وجل اعتبره ظالما له لا توجد أي تواسط بين أهل البيت وبين الله عز وجل فالشعائر الحسينية التي تشير إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كلها أؤكد كل الشعائر الحسينية هي من أعظم مصادق شعائر الله سبحانه وتعالى سواء الشعار التي كانت في تلك الأسور أو شعائر المستحدثة أي شيء يشير إلى الإمام الحسين هو من شعائر الله لأن الموضوع موضوع أر في موضوع شعائر الله ومن يعظم شعائر الله هذا شعائر الله موضوع هذا الموضوع موضوع عرفي لا يختلف فيه أحد من الفقهاء كل الفقهاء اسأل أي فقيه في أي عصر كلمة شعائر الله موضوع عرفي أم موضوع شرعي يقول لك موضوع عرفي يؤخذ من العرف كل شيء يشير إلى الله الشيء الذي يشير إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يشير إلى الله عز وجل عبر وسطة واحدة وهو الإمام الحسين صلوات الله عليه إخواني الآيات القرآنية تبين أمورا مهمة يا أخي البدنة البدنة يعني ماذا يعني بعير حيوان بعير حيوان حيوان يعني لا يعرف من أين أتى كيف يعيش كيف يموت حيوان حيوان هذا الحيوان لأنه ارتبط بفعل من أفعال الحج القرآن الكريم يعتبر الحيوان شعيرة من شعائر الله والبدنة جمعه بدنة البدنة هو البعير الذي يسق في الحج والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله يا أخي أين البدنة وأين إشارتها إلى الله بعير حيوان حيوان لأنه ارتبط بفعل من أفعال الحجر عبر خمس وسائط عبر ست وسائط يشير إلى الله سبحانه وتعالى اعتبره القرآن الكريم من شعائر الله البدنة من شعائر الله فكيف بالشعائر الحسينية التطبير من شعائر الله من أوضح شعائر الله التطبير يجري إلى من؟ يجري إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه من شعائر الله نعم من أعظم كلمة من أعظم شعائر الله لماذا قالها الفقهاء؟ الفقهاء يعرفون الدين معرفة أحسن من أي شخص آخر من شعائر الله نعم من أعظم شعائر الله بواسطة واحدة التطبير يشير إلى الله عز وجل طبعا لا أريد أن أفصل ولكن فقط كإشارة هذه المعلومة أيضا مهمة الشعائر الحسينية المقدسة كلها أؤكد كلها ليس بعضها كل الشعائر الحسينية ليست فقط مصادق لعنوان شعائر الله بل هي مصادق لعناوين محبوبة أخرى وردت في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة يعني الذي يؤدي شعيرة حسينية ليس فقط هو أدى شعيرة من شعائر الله عز وجل هو أدى شعيرة من الشعائر من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى له هذا الثواب وله ثواب عناوين محبوبة محبوبة واجبة ومستحبة أخرى أيضا مثلا من جملة العناوين التي تنطبق على الشعار الحسينية بصورة عامة قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة المودة في القربة لا شك أنها من أهم الواجبات هذا لا شك فيه فسرت المودة بأنها إظهار المحبة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذي يطبر بهذا العمل يظهر محبته لسيد الشهداء ما الذي يصنع هذا الشخص هذا المطبر ما الذي يصنعه بهذا العمل ألا يظهر حبه لسيد الشهداء صلوات الله عليه فهذا الفعل يكون مصداقا لشعائر الله سبحانه وتعالى لأنه يشير إلى سيد الشهداء فبواسطة واحدة يشير إلى الله عز وجل وهذا الفعل أيضا مصداق لعنوان المودة في القربة يعني يحصل الشخص على هذا الثواب وعلى هذا الثواب بفعل واحد عنوان آخر ينطبق على عامة الشعائر الحسينية هذا العنوان الآخر ربما لا ينطبق على كل الشعائر الحسينية على عامة الشعائر الحسينية عنوان المواسات المواسات مع المؤمن المصاب بلا شك بلا شبهة من الأمور المحبوبة جدا في حديث شريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول نأمركم بالورع والمواساة لإخوانكم الإمام عليه الصلاة والسلام كرر كلمة الورع ثلاث مرات كرر كلمة المواساة ثلاث مرات تأكيدا المواساة مع مؤمن عادي من الأعمال المحبوبة قطعا ولها أجر عظيم جدا لحظة الرواية الشريفة هذه المواساة مع مؤمن عادي فكيف بالمواساة مع سادة المؤمنين اللطم مواساة مع أهل بيت الإمام الحسين أم لا نعم طبعا اللطم الذي عندنا اليوم من الشعائر المستحدثة لعله لم يكن على الأقل بهذه الكيفية في زمن المعصومين عليه الصلاة والسلام في زمن المعصومين كان اللطم على الواجه طبعا هو أشد وفي النصوص الشريفة ورد اللطم على الواجه اللطم بهذه الكيفية من الشعائر المستحدثة ولكن أصل اللطم مواساة مع أهل بيت الإمام الحسين نعم الماشي على الجامر مواساة مع أهل بيت الإمام الحسين مشوا على النار عندما اشتعلت الخيم بالنار بنات الرسالة ركضنا على النار مشوا في الصحراء في الأرض الحارة هذه مواساة نعم مواساة مواساة معه البكاء مواساة نعم مواساة التطبير مواساة وهذا المواساة أصلا يسمى بعزائل المواساة هذا أظهر مصداق من مظاهر المواساة لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام الجرح إخراج الدم هذه مصادق للمواساة نعم مصادق للمواساة فيها ثواب المواساة نعم هذا مواساة مع سادة خلق الله وعناوين وعناوين الشعائر الحسينية ليست مصداقا فقط لشعائر الله سبحانه وتعالى هي المصداق الأعظم هي المصادق الأعظم لشعائر الله في نفس الوقت هي مصداق وهي مصادق للمودة في القربى هي مصادق للمواساة هي مصادق للتولي هي مصادق للتبري في وقت سابق أحصيت سبعة عشر عنوانا محبوبا بين الواجب والمستحب تنطبق هذه العناوين على كل الشعائر الحسينية أو على عامتها يعني بعض العناوين تنطبق على هذه الشعيرة بالذات مثلا البكاء البكاء هناك بعض العناوين تنطبق على البكاء بالخصوص بعض العناوين تنطبق على إقامة المجالس بالخصوص بعض العناوين تنطبق على كل هذه الشعائر أو على أكثرها العناوين المحبوبة المحبوبة يعني إما واجبة أو مستحبة التي تنطبق على عامة الشعار الحسينية سبعة عشر عنوانا بمقدار علمي القليل سبعة عشر عنوانا يعني كل عنوان قد يكون فيه عشرون رواية ثلاثون رواية خمسون رواية هذه عناوين لا أقول روايات فيها آيات قرآنية الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام صرف شطراً من حياته في هذه في تأسيسها بعد استشهاد الإمام سيد الشهداء طبعاً الشعار الحسينية أسست من قبل قبل استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ولكن التأسيس بعد استشهاد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كان بيد الإمام سيد الساجدين زين العابدين بمساعدة عمتيه صلوات الله وسلامه عليهم أسسوا هذا الشيء الهام في الدين الشعائر الحسينية المقدسة صرف عمرا طويلا صرف جهدا لحظات حياة الإمام تسوى أكثر من حياة البشر كلها صرفوها على ناهيك عن بقية المعصومين عليهم الصلاة والسلام الإمام زين العابدين هو المؤسس بعد استشهاد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عظمة الشعائر الحسينية تكتشف من هذا الإصرار للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ما قدم له ما إلا وبكى ما قدم له طعام إلا وبكى ما رأى يتيما إلا وبكى رأى إمرأة بكى رأى القصابين بكى حياة الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كانت مليئة وخليطة بالتأسيس بالترويج بالتشويق للشعائر الحسينية المقدسة نسأل الله سبحانه وتعالى بمقام هذا الإمام العظيم بمظلوميته الذي في هذا اليوم تتجدد ذكرى استشهاده المفجع نسأل الله سبحانه وتعالى بمقام هذا الإمام العظيم أن يجعلنا من المقيمين للشعائر الحسينية المقدسة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعظمين للشعائر الحسينية المقدسة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المدافعين عن الشعائر الحسينية المقدسة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة